موسيقى لبريست هو لاعب كمال أجسام محترف سابق في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام والللاقة البدنية بسترالي الأصل حاصل على لقب بستر أولمبيا عام 2013 عن عمر يناهز 41 عاما وزنه 106 كيلو جرام طوله 162 سنتي ويعتبر لبريست أحد المحترفين الأكثر شهرة في عالم بناء الأجسام اشتهر لعب كمال أجسام طموح لبريست بإنجازاته التي تحققها في سن مبكرة وبمشاركته وذلك بعد فوزه بأول مشاركة في سن 13 عاما فقط يتحول الاتحاد الدولي في سن العشرين بعد حصوله على كارت الاحتراف حيث حقق شهرة واسعة الشيء الذي مكنه من الحصول على كارت الاحتراف في سن العشرين ومن أبرز إنجازاته احتلاله أرمالك المركز السادس في مصابقة مستر أولومبيا عام 2002 بسن 25 عاما وهي نفس البطولة التي فاز بها العالمي ممضوح رامس سبيعي والليبي الشهير كمال الجرجاني وبعدما قرر الاعتزال بدأ يخطط لإنشاء بطولة طليق باسمه وأطلق عليها اللاعبين محترف كمال الأجسام زي لبريست كلاسي لكون صغير في السن لم يتمكن لبريست بطل كمال الأجسام من الوصول للاحتراف والحصول على بطاقة الاحتراف الدولي على الرغم من حقيقة فوزه باللقب سيد أستراليا بسبب عمل السن اضطر للمنافسة في مصابقات الهواح لكمال الأجسام وكسب الشهرة والساعة الشي الذي مكنه من الحصول على كارت الاحتراف في سن العشرين وفي سن المراهقة وفي عامه السالس عشر أدمن لبريست بطل كمال الأجسام المخدرات لسنة كاملة مع استمره في التدريب بعدها بمروه في فترة قصيرة من أول مشاركة شارك الملقب بلفز الكاهن في عرضه الثاني وحصد الفوز في كل المصابقات والتي كانت أبرزها بطولة أستراليا للمحترفين وفاز بها ثلاث مرات على التوالي تنافس الدولة لبريست أيضا في بطولة العلم للهواة الوزن الخفيف وحقق مركزا دمن دمن الخمس الأوائل بسن السبعة عشر عام اشتهر لبريست بامتلاكه أكبر زراعين وأضخم عضلة سنائية الرأس في تاريخ اللعبة أما عن قواعد التدريبات الخاصة بالزراعين لبريست فهي كالآتي القاعدة الأولى يقول لبريست أنه من الضروري تدريب عضلات صغيرة بالأوزان الحرة السقيلة جدا من أجل تحفيز نموها ويعتبر فكرة تدريب مجموعات العضلات الصغيرة بأوزان خفيفة هو أمر خاطئ أما القاعدة الثانية فيقول لبريست على أهمية إدخال حركة البار المتعرج للزراعين في جميع حصص الزراع فهو لا يغنى عنه في تدريب الزراعين ويعتبر مثل تمرين السكوات للأرجل أما عن القاعدة الثالثة فيقول لبريست أنه يجب عليك الزهاب مباشرة بعد الانتهاء من التمرينات النمطية إلى تكنيك السوبر 6 لتحقيق أعلى قدر من ضخ الدم أما القاعدة الرابعة فهو تمرين البايسيبس مركز باليد الوحدة حيث من الضروري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر